وزارة المالية نفت إصدار أي بيانات صحفية بتتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود وأكدت أن هناك من انتحل صفة الوزارة واسمها واستخدم اللوجو الخاص بيها لإنشاء صفحة مزايفة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لبت الشائعات والأكاديب بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين أوضحت وزارة المالية أنه بيجرى حالياً تتبع صاحب الصفحة المزايفة وكذلك اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته وغلق هذه الصفحة المزايفة وزارة المالية نشدت وسائل الإعلام عدم للتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة واللي بتختلق الشائعات وبترود للأكاديب لإثارة البلبلة في المجتمع